شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاح يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم مقدمة قصيرة الأشياء التي لها قيمة تتنوع إلى ثلاثة أنواع النوع الأول أن تكون لها قيمة ذاتية بمعنى أن قيمتها تنبع من ذاتها النوع الثاني أن تكون قيمتها مكتسبة من كونها مظهرا من مظاهر وجود له قيمة هذه القيمة باعتبار المظهرية تعلمون أن كل شيء له وجودات أربعة تنبع من ذاتها وجودات عينيات ووجودات ذهنيات ووجودات لفظيات ووجودات كتبي كتبي الوجود الكتبي يعني العظيم العظيم في واقعه هو ذات العظيم ولكن اللافظ الذي يعبر عن العظيم اسم هذا العظيم هذا الاس مكون من حروف الهجاء وحروف الهجاء لا قيمة لها في حد ذاتها ولكن عندما هذه الحروف الهجائية تعبر عن عظيم هذه تمثل مظهرا من مظاهر ذلك العظيم هذه الحروف أو الأحرف تمثل تجلي من تجلياته وبعبارة أخرى هذه الحروف تمثل وجودا تنزيليا لذلك العظيم تجلياته وبهذا الاعتبار هذه الأحرف تكتسب قيمة وتكتسب عظمه الوجود اللفظ هكذا يمثل مظهر الوجود الكتب يمثل هكذا الوجود الذهني أيضا يمثل مظهرا ولذلك عندما ترون صورة عظيم هذه الصورة عبارة عن ألوان هذه الصورة ما هي مجرد ألوان صيغت ونقشت على هذا النحو ولكن هذه الصورة تمثل مظهرا من مظاهر ذلك العظيم تجلي من تجلياته ولذلك إذا واحد يريد أن يحترم ذلك العظيم يحترم هذه الصورة وإذا فرضا واحد يريد أن يهين ذلك الفرد يهين صورته يأخذ هذه الصورة ويمزقها مثلا إذن هذه القيمة في النوع الثاني قيمة مكتسبة من كون الشيء يمثل مظهرا من مظاهر شيء له قيمة النوع الثالث أن تكون هذه القيمة بعتبار أن الشيء له نحو من أنحاء الارتباط بشيء له قيمة وإن لم يكن يمثل مظهرا من مظاهره لا يعتبر وجودا اعتباريا له ولكن يمثل مظهر من مظاهره يمثل شيء له ارتباط بنحو من أنحاء الارتباط بذلك الشيء الذي له قيمة هذه الآية المباركة التي تلوناها لعلها تشير إلى هذا النوع الثالث الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور آية ستة وثلاثين في بيوت ما هو البيت البيت عبارة عن مجموعة الجمادات الجماد ما إلى قيمة البيت عبارة عن لبنات عن آجرات عن خشب عن حديد عن طين مجموعة جمادات هذه الجمادات في حد ذاتها لا قيمة لها ولكن هذا البيت إذا ارتبط بشيء عظيم هذا البيت الذي لا قيمة له يكتسب عظمته الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة مادية ورفعة معنوية الرفعة المادية أن تبنى بناء شامخة البيت العادي لا يطلب أن يبنى بناء شامخة بل لعلكم تعلمون أن رفع البيوت من الناحية الشرعية في حدود معينة مكروح وله مضاعفات لا فقط في الآخرة وإنما في الدنيا أيضا الآن لا نريد أن نبحث في ذلك البيوت العادية في حد ذاتها ما إلهقين ولكن هذه البيوت باعتبار ارتباطها بالله سبحانه وتعالى أو ارتباطها بمن يرتبط بالله سبحانه مصدر كل عظم هو الله سبحانه وتعالى ما يرتبط بالله أو ما يرتبط بما يرتبط بالله أو ما يرتبط بمن يرتبط بالله حتى إذا كان جماد جماد تدوسه بأقدامك ما إلى قيمة ما إلى احترام شايفين واحد يقبل جدار أو يقبل حديد كلا ولكن هذا الحديد عندما ارتبط بالله أو ارتبط بمن يرتبط بالله في بيوت أذن الله أن ترفع تبنى بناء شامخا بيوت الله بيوت الأنبياء بيوت الأئمة صلوات الله عليهم الله أذن أن ترفع رفعة مادي ورفعة معنوية أن ترفع هذا إلى إطلاق حذف المتعلق يفيد العموم لا أن ترفع فقط من الناحية المادية ترفع من الناحية المادية وترفع من الناحية المعنوية تعظيم تأتي وتقبل هذا الجماد لماذا تقبل هذا الجماد لأنه يرتبط بالله قبل ارتباطه بالله تدوسه بأقدامك حجر أرض تراب ولكن عندما ارتبط بالله تقبله وتعظمه وتتبرك به وتضعه على عينك وتستشفي به في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاح وإيتاء الزكاح يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولذلك من الناحية التاريخية أنتوا الآن لاحظوا التاريخ تجدون أن كل شيء كان يرتبط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وعليه أي شيء إلى نحو من الارتباط المسلمون المؤمنون كان خطان أكو خط الإيمان وخط النفاق هذه الظاهرة ليس الظاهرة الجديدة ظاهرة الردع وظاهرة المنع وظاهرة العنف هذا من القديم الآن عندما تجدون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الجفات الغلاظ يقفون وظهورهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ووجوههم إلى المؤمنين الذين جاءوا من شرق الدنيا وغربها يريد أن يلمس هذا الظريح أو هذا الشباك وإذا بهذا الرجل الجافي الغليظ الفض ينهروه يدفعه بيده هالراوة يضربه على رأسه كم من الأفراد ضربوا هنالك كم من الأفراد نهروا هنالك كم من الأفراد جرت دماؤهم ليش لأنه يريد أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله هذه ليست ظاهرة جديدة هذه ظاهرة ذات جذور أموية الأمويون المروانيون هم الذين بدأوا هذا الخط من اليوم الأول كان هناك خطة الخط الأول خط المؤمنين خط المؤمنين كل شي كان يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله أو يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليه كانوا يعظمونه أذن الله أن ترفعه كانوا يقدسونه وكان هناك خط ثاني هو الخط الأموي والمرواني وأشباههم كان يردع عن ذلك بعنف ويمنع من ذلك بعنف أنا الآن أذكر لكم صورتين متقابلتين صورة يمثلها هذا الخط خط المؤمنين وصورة أخرى يمثلها ذلك الخط إحنا الآن نريد أن نعتمد على أصح كتاب عند العام بعد كتاب الله حتى هؤلاء لا يقول هذه مرويات شيعية لا هذه مروياتهم حتى يتبين التناقض بين قولهم وبين عملهم أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري الآن أنتوا لاحظوا صحيح البخاري ماذا يقول كيف كان المسلمون المؤمنون الخط الأول كيف كانوا يتعاملون بالتعظيم واحترام بكل شيء يرتبط برسول الله أذن الله أن ترفع هذا صحيح البخاري هذه الطبعة المجلد الأول صفحة خمس وستين باب استعمال فضل وضوء الناس رقم الرواية مية وسبعة وثمانين هذا صحيح البخاري هذا ليس كتاب الكافي يقول سمعت يذكر السند إلى أن يصل إلى هذا المقطع يقول سمعت أبا جحيف يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله مني لأن الصلاة في صحيح البخاري صلاة بتراء خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجره فأتي بوضوء الوضوء صيغة فعول فعول يعني آلة الوضوء وضوء يعني هذه العملية مصدر ولكن الوضوء يعني آلة الوضوء يعني الماء اللي تتوض به هذا يقال له وضوء مثل فطور وفطور فطور يعني تفطر في شهر رمضان بعد الأذى عند الأذى فطور يعني ما تفطر به يعني التمر مثلا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرح فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس من ذول الناس صحابة رسول الله فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء فيتمسحون به ما كان هؤلاء الجفات الغلاظ كان خالي إذا كان موجودين أو ما كان خالي إذا كانوا موجودين كان يقولون لا لا حرام شرك يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به الماء ماء لقيم شايفين واحد يتبرك بالماء لا ولكن هذا ماء يختلف عن بقية المياه لعله إذا كنا نسمع كنا نسمع هذه القطرات تفتخر أكو رواية لطيفة رواية أبي ذار كلش رواية لطيفة على ما أتذكر النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذار كل قطعة من الأرض عندما تصبح لعل مضمون الرواية بهذا النحو تقول لجارتها يا جارتا هل مر بك ذاكر لله أكفد واحد يذكر الله مر بك فإن قالت نعم احتزت الأرض تحتز وتفتخر وترى أن لها الفخر بجاراتها على جاراتها أرض مشى عليها من يسبح الله لهذه الأرض قيمة تفتخر على بقية بقاع الأرض هذه قطرات الماء تختلف عن بقية المياه هذه القطرات لامست جسد أشرف الأولين والآخرين الهقيمة كبيرة لامست وجه رسول الله صلى الله عليه وآله لامست يد رسول الله صلى الله عليه وآله الهقيمة يتبرك بها إذا كنا نسمع هذه القطرة من الماء لعلها كانت تفتخر على بقية مياه العالم هذه الرواية رقم مية سبعة وثمانين الرواية الأخرى في نفس المصدر صحيح البخاري ونفس المجلد ونفس الصفحة ونفس الباب حديث عجيب حديث رقم مية وتسعة وثمانين يقول بل وإذا ضمن الحديث وإذا توضأ النبي شوفوا علاقة المسلمين بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله حب عجيب تقديس عجيب لعلنا لا نجد له مثيل في التاريخ لا في تاريخ العظماء ولا في تاريخ الأولياء ولا في تاريخ الأنبياء النبي أشرف الأولين والآخرين الذي خلق الله الكون لأجله وإذا توضأ النبي صلى الله عليه نظيف وآله كادوا يعني المسلمين صحابة رسول الله كادوا يقتتلون على وضوئه كادوا يقتتلون حتى قطر من هذا الماء تكون نصيبهم ويتبركون بهذه القطر هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ننتقل إلى باب آخر في نفس المجلد باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم الحديث مية وسبعين وحديث آخر مية وواحد وسبعين شعر رسول الله ذاك كان وضوء رسول الله هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا ماذا يقول البخاري يقول بعد ذكر سند الرواية قلت لعبيده ابن سيرين يقول قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله شعر النبي صلى الله عليه وآله كانوا يحتفظون به يتوارثون أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله أنس بن مالك يحتفظ بشعر من شعرات النبي صلى الله صلى الله عليه وآله أو أهله ويتوارثونه واحد ينقل إلى الآخر فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها شعر من رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول في حديث رقم 171 إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه في منا كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره شعر النبي صلى الله عليه وآله الحجاج صحابة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يهجمون هجوم أول واحد أخذ أول يدل على وجود ثاني أول واحد أخذ من الشعر المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله كان أبو طلحة في هذا الباب طويل الآن فقط أشير إشارات البخاري رقم الحديث في هذه الطبعة المجلد الرابع رقم الحديث سبعتالاف وتلاثمية واثنين واربعين قدح رسول الله القدح الذي شرب فيه رسول الله هذا القدح لامس شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله يختلف عن بقية الأقدار يقول في هذا الحديث قدمت المدينة أبو برد فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي أكو ذخيرة عندي في بيتي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله هذه أعظم هدية من أعظم الهدايا تعال إلى بيتي قدح عندي شرب فيه رسول الله تعال اشرب منه صلى الله عليه وآله وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله إذا كانوا يتمكنون حتى مسجد النبي كانوا يهدمون ما يتمكنون يخافون يستعملون التقية من المسلمين يقولون تقية ماكو هم يسوون تقية وإلا قبر النبي كانوا يجعلونه قاعا صفصف وكانوا يفجروا بالديناميت كما فجروا قبور أبناء النبي صلى الله عليه وآله بس يخافون من المسلمين مسجد رسول الله له عظمة قدح رسول الله له عظمة فانطلقت معه من يقول أبو برد يقول انطلقت مع عبد الله ابن سلام فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده البخاري مجلد اثنين صفحة ثلاثمية وثمانية وثمانين رقم الحديث ثلاثة وخمسمية وثلاثة وخمسين يقول سمعت أبا جحيف بعد ذكر السند قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجر إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعص ركعتين وكذا وكذا وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم يأخذون إيد النبي صلى الله عليه وآله يتبركون بها قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من السلج وأطيب رائحة من المسك باب أكو في البخاري في كتاب البخاري باب في صفحة 277 من المجلد الثاني باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وآله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته هذا باب مستقل في كتاب البخاري رقم الحديث 3106 إلى 312 يؤمنون بصحيح البخاري لا يؤمنون بهذه البخاري الأحاديث لا يؤمنون بالقرآن الكريم لا القرآن الكريم يقول إذا كان واحد منهم في ذاك الوقت شنو كان موقفه يقول نبي الله يوسف يقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير ويقول في آية أخرى فلما أنجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير ثوب يوسف قميص يوسف إذا كان واحد لا لا شرك هذا هذا حرام كان ينهى نبي الله يوسف وينهى نبي الله يعقوب عن ذلك أبعدوا هذا الثوب هذا هو الخط الأول لا بأس أن نذكر الخط الثاني طبعا في صحيح مسلم أكو أيضا أحاديث أخرى نتجاوزها لضيق الوقت هذا الخط الأول يعني خط المسلمين هذا من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم الخط العام خط التعظيم التبرك الاستشفاء الخط الآخر خط هذه الفرقة الشاذة الخارجة على إجماع جميع المسلمين هذا الخط خط أموي جذور جذور أموي أنقل لكم رواية واحدة عن ذلك الخط الآخر هذه الرواية يرويها الحاكم في مستدرك الصحيحين المجلد الرابع صفحة 515 يقول أقبل مروان مروان ابن الحكم المعروف يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فإن واحد جاء مخلي وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وعليه فماذا فعل مروان نفس ما يفعله هؤلاء الآن فأخذ برقبته ثم قال هل تدري ما تصنع يعني هذا شرك مثلا هذا كفر هذا الظلال هذا حجر ما يفيد النبي مات ذاك قائدهم يقول عصايا خير من محمد لأن عصايا تنفع ومحمد لا ينفع صدق هذه عقيدتهم شنو نفع محمد نعوذ بالله من هذه الكلمات ما تصنع ليش مخلي وجهك على جماد على قبر فأقبل عليه يبدو أنه جذب هالشكل بعدين شاف فإذا هو أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله فقال أبو أيوب شلون منطق لطيف نعم إني لم آت الحجر يعني ماذا أخلي وجهي على حجر الحجر ما إلا قيمة إنما جئت رسول الله أمر على الديار ديار أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار سمعت رسول الله أبو أيوب يقول صلى الله عليه وعليه لا تبكو على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكو على الدين إذا وليه غير أهله أمثال مروان وأمثال هؤلاء الجفات الشادون الخارجون على إجماع المسلمين من 1400 عام إلى هذا اليوم لا تشوفون كم واحد يأيدهم يشترونهم بالمال أو بالتضليل هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على رسول الله الخوارج مو خرجوا على أمير المؤمنين خرجوا على نفس رسول الله اعترضوا على نفس رسول الله هؤلاء هم أولئك الخوارج ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله أمثال هؤلاء ماذا فعلوا في الحجاز ماذا فعلوا في المدينة ماذا فعلوا في مكة ماذا فعلوا في العراق بعد سقوط الطاغية الذي دعموه لقتل المؤمنين اللي علماؤهم أفتوا بأنه كافر علماؤهم ماذا فعلوا بدل ما يساعدون العراق في محنته بعثوا المخربين والأموال والأسلحة للتهديم البنية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمؤمنين في العراق للشعب العراقي تآمر مستمر طبعا الله يفضحهم في الدنيا قبل الآخر هؤلاء يرتدون عليهم هؤلاء الذين يدعمونهم من أعانى ظالما سلطه الله عليه اليوم يساون تفجيرات في العراق بكرة يساون تفجيرات ضدهم هذه ناحية الناحية الثانية هذه الناحية الدينية الخط الأول والخط الثاني الخط خط الإيمان والخط المرواني الخط الأموي أو الأموي الناحية الثانية وهذه الناحية ناحية مهمة جدا الحضارة تحتاج إلى حضور رموز الحضارة يجب أن يكون لها حضور ما هو أثر حضور الحضارة إذا الحضارة ما إلها حضور إذا رموز الحضارة لا يكون لها حضور تنسى هذه الحضارة تدرون أنه إذا واحد مثلا أم والعياذ بالله فقدت ابنها مثلا ابنة اللي تحبها تحب كثير هاي كل يوم تجي للبيت تذكر ابنها تبكي عليه تشوف آثاره تشوف ثوبه تشوف غرفته ماذا يفعلون يردون ينسوه هذا الحبيب ماذا يفعلون يغيبون آثاره ثيابه كتبه كل شيء يشير إليه ليش حتى تنسى بعد ماكو مذكر ربما ينقلونها إلى بيت آخر حتى الباب والجدار والغرفة والممار لا يذكرها الحضارة الحضارة الدين يجب أن يكون له حضور كيف يكون له حضور برموزه بعلاماته كم نبي عدنا من الأنبياء مية و أربعة و عشرين ألف نبي أو ثلاثمائة ألف نبي على روايته تحفظون اسم مية واحد منهم أي أثر ماكو منهم أثر ظاهري حتى أسماؤهم نسيت يمكن مية نبي منعرف أسماؤهم أكثر من مية نبي منهم مذولة مية و أربعة و عشر راحوا أسماؤهم نسوا الحضارة يجب أن يكون لها حضور هذه جريمة بحق الحضارة و بحق الدين و بحق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيت النبي هذا مذكر بالنبي المكان الذي كان يتعبد فيه النبي الأعظم هذا الرامز من رموز الحضارة الإسلامية مذكر تدرون أكفت شيء عجيب أن بعض العلماء يشككون في وجود المسيح بالمريم بعض العلماء الكفار يعني يقولون بأي دليل موجود منو قال المسيح موجود وين بيته وين محل ولادته وين آثاره أنتو تقولون صلبوا المسيح وين مدفنه أي أثر مائلة الإنجيل كتبه تلاميذه بعده ولذلك في آخر الإنجيل يتكلم حول صلب المسيح أصلاً وجود المسيح ابن مريم طبعاً نحن نعتقد بالمسيح طبعاً واضح هذا لكن بعض العلماء الكفار شككوا حتى في وجوده هذا مولد النبي محل ولادته هذا بيته هذا غار حراء غار حراء مهم هذا قبر أبي ذار أبو ذار صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا قبر زوجة النبي هذا قبر زوجة النبي خديجة مثلاً صلوات الله عليها هذا قبر محام النبي أبو طالب وما أدراك من أبو طالب ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصاً فقام علي ابن أبي طالب أبو طالب هذه الرموز مصادر إلهام تروح إلى قبر أبي ذار أي معاني تستلهمها من قبر أبي ذار لاحظين عندما ترحون إلى قبر أبو ذار إذا رايحين قريب المدينة في الربدة في صحراء الربدة عندما تقعد عند قبر أبو ذار تذكر مواقف أبو ذار شلون أبو ذار يشع يغير تروح إلى قبر عمار ابن ياسر هذا البطل في سوريا عندما تجلس عند قبر ياسر عمار ابن ياسر كيف يلهمك أحد الإخوة نقل لي قال أنا كنت أريد أتخذ قرار صعب في حياتي كلش صعب يرتبط بالدين والعمل الديني قرار تحول شاق ما كنت أعرف كيف أتخذ القرار إلى أن ذهبت إلى الحج أو العمرة وذهبت إلى غار حراء هناك جلست فكرت أنت الآن أصبحت قريب إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وهناك اتخذت القرار الصعب وكان في اتخاذه هذا القرار بركات كثيرة يلهم ذلك الرجل الذي أراد التحول كان يريد أن يتحول إلى الحق إلى طريق أهل البيت يقول ما أقدر التحول له ضريبة له ثمى ما أقدر أتخذ القرار اتخاذ القرار يحتاج إلى طاقة وأي طاقة بالذات قرارات التحول الكبير منين تجيب هاي الطاقة يقول إلى أن ذهبت إلى قبر مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه هناك عند المرقد الطاهر حانت مني التفات إلى الضريح كأنه استمددت الطاقة من الروح سيد الشهداء واتخذت القرار وأعلن تحول إلى مذهب أهل البيت هاي أي جناية بحق الدين بحق النبي بحق القرآن بحق الحضارة محو هذه الآثار أصلا هاي جريمة من الناحية الحضارية الأمم المتقدمة تهتم بآثارها كل أمة متقدمة فد واحد عظيم كان عندهم قلم من أقلام يخلوه في المتحف هذا قلم ذلك العظيم هذا ثوب هذا العظيم فد بيت متواضع في قرية مهجورة كان يعيش يحتفظون بذلك البيت هذا بيت ذلك العظيم اتروح في ذلك البيت تستلهم من ذلك البيت هاي جريمة من الناحية الحضارية في تقرير قرأت ما أدري كم دقة هذا التقرير أن هؤلاء الجفات تسعين بالمية من آثار النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وصحابة النبي الأوفياء تسعين بالمية من هذه الآثار أزالوها أي جريمة هذه هذه المراقد والمقدسات من الناحية الدينية ومن الناحية الحضارية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم بعقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر